اشتركوا في القناة كما اعلنت دفاع المدني عن اندلاع حريق في سوق الصواريخ بجدة مشيرا الى ان عمليات الاخماد ما زالت مستمرة الجدير بالذكر ان هذا الحريق يعد الثاني بسوق الصواريخ بجدة خلال اسبوع وذلك بعدما ادى الحريق الاول الى احتراق جميع المحلات التي طالتها النيران بالكامل وقضت على كافة محتوياتها وتسببت في انهيار الجدران والاسقف على الارض ربنا يعوضهم خير ربنا يلطف باذن الله ما يكونش فيه خسائر في الارواح